برحب بحضراتكم جديد مبارح يمكن تم الاعلان عن الفرق اللي فازت في مسابقة اجناعيت واللي بتحمل عنوان الوجهة مصر مسابقة شارك فيها مجموعة من طلاب محافظات القاهرة والجيزة وتطمنت ست مشروعات مبتكرة في مجالات التطبيقات والذكاء الاصطناعي ده لتطوير القطاع السياحي يا شازلين احنا طبعا هما منوارنا في الاستوديو عايزين نعرف تفاصيل اكتر معانا في الاستوديو الطالب سيف الدين شريف احد اعضاء الفريق والفائز بالمركز الاول بمسابقة اجنايتد والطالبة ملك ايمن احد اعضاء الفريق ايضا والحصل على المركز التالت فئة الروبوتس عن مشروع استخدام الهولوجرام في السياحة وكمان معانا الاساس جاكلين مراد وهي المدير التنفيذي لجمعية التطوير والتنمية اهلا بيكم نوارنا طبعا بارك لكو طبعا على الفوز بالمركز الاول والتالت اكيد عندك تفاصيل كتير قوي لكن خلينا نبدأ مع الشباب سيف الف الف مبروك طبعا فوزك بالمركز الاول لكن لو تشرح للناس طبيعة هذا الابليكيشن طريق التعامل وعمله زي وانت اشتغلت عليه ازاي اصلا اول حاجة هو الابليكيشن بيتكلم عن المتاحف ان شاء الله نوين اشتغلوا بكزا متحف بس هدلوقتي عاملينه على الاثار اللي موجودة في المتحف مصر كبير اول حاجة هو الابليكيشن بيفتحوا بيزهر لك شاشتين شاشة تختار على تبقى سنك اطفال او سنك وار اور الطفال سيظهر لهم بوزل لما يروحه عند الاثار والكبار بيظهر لهم اسئلة او بوزل ان هو يختار اسئلة واو بوزل بعد ما يختار كبار اسئلة سيذهر لهم اسElqrxcode الفيديو Animoated Video عن الاصر وان ا vaccine handed collection č m how it ran you أو مثلاً لو تتعلمون مثلاً يكلم عن أنه أتولد إمتى أو كم سنة وكذا بعد ما الفيديو بيخلص بيزهر له أسئلة بقى عن الكلام اللي هو سمعه وبعد ما يحلل الأسئلة مثلاً جابسه قلين صح يأخذ 150 بوينت بعد ما يأخذ 150 بوينت دول بعد ما يلف على كل ديس بلاي كده زي نفس الفكرة دي أنه يحلل الأسئلة بتاعته بيأخذ بيجامع بوينت اللي هو جمع دي كلها ويروح لجفت شوب بيأخذ جفت بالبوينت دي عظيم طيب ملك أول حاجة مبروك مركز الثالث كلميني عن مشروعكم عامل إزاي اختارتي ليه المسابقة دي عشان تقدمي فيها اشمعنا السياحة كلميني عن الدور اللي انت عملتيه كمان في المسابقة دي في الأول طبعاً إحنا لقينا أن أكتر مجال دلوقتي هو مجال السياحة فبدأنا نشوف إيه هو ممكن المشروع اللي هنعمله علشان يطور السياحة أكتر لقينا أن احنا ممكن نعمل هولو جرام لأن هي يعني فكرة لسه ما انتشارتش كتير أو في مصر يعني ما فيش ناس كتير عملوها وبعدين يعني هتبقى حاجة حلوة أن احنا لو حد في سننا عملها فهتدي هتبقى حاجة جديدة أن حد في سننا بيعمل كده أنت عدد كم سنة أنا ماتنشر سنة ما شاء الله ما شاء الله وصيف أنا سأتبقى 17 سنة ما شاء الله ممم عظيم جداً كرمي كرمي فطبعاً بدأنا يعني نشوف الأماكن اللي هنحط فيها الهولو جرام لقينا أن احنا هنحط في البيراميدز مثلاً ان هي يتكلم عن البيراميدز زي يعني تعملت إمتى سنكام وبنوها ازاي لقينا كمان ان احنا هنحط في الميوزيوم مثلا يعني يتكلم عن كل تمثال محطوط في الميوزيوم يعني هيقول التمثال ده تولد امتى كل من المعلومات اللي ستايح عايز يعرفها عنه وطبعا هنحط في الهوطلس بحيث ان احنا يعني طبعا السياح لما ينزلوا في مصر هيعودوا في الهوطلس فاحنا بنحاول نحنا نجمع اكبر قدر من السياح ان هم يشوفوا الهولوجرام ويتفرجوا عليه كمان هنعمل طبعا يعني الهولوجرام مش هيبقى في مصر بس احنا كمان هنخرج برا العالم ان هو هيلف العالم كله علشان يعني ننشر الثقافة بتاعة مصر يعني الناس كلها تعرف ان ثقافة مصر عظيمة يعني هتخرجي فكرة الابلكيشن نفسها برا ولا هتجيبي تاريخ حاجات برا هنا لا لا احنا نخرجها برا مصر خالص يعني في ورل التور حول العالم كله علشان السياح اللي برا كمان يعرفوا ان هما مصر يعني فيها حاجات عظيمة وبكده احنا بنجذبهم ان هما يجوا يتفرجوا على الحاجات دي يعني على الحقيقة في مصر كمان بعد كده احنا بدأنا يعني بعد ما ترغيطنا الاماكن اللي احنا نعمل فيها لان المشروع ده احسن مشروع ان احنا نعمله لان في الاول احنا يعني عرضنا كذا فكرة وكذا يعني حاجة في الاخر احنا كلنا تيم واحد واجتماعنا على ان احنا نعمل فكرة الهولوجرام برافو عليك طيب السيد جاكلين عايزنا نعرف تفاصيل اكتر بقى عن طبيعة المسابقة ونعرف سيدة المشاهدين وازاي بتدعمه الشباب ان هما يعملوا حاجة مبتكرة حاجة جديدة وفي الاخر المركز اللي اقول المركز التالت حاجة كبيرة برضو مش سهلة احنا جمعية اهلية جمعية التطوير والتنمية اتأسسنا سنة تمانية وتساني قطع كبير جدا من اللي احنا بنشتغل فيه هو قطع تنمية الشباب السنة اللي فاتت مع استمرار ازمات السيحية اللي بتحصل عندنا بسبب الوضع العام طبعا يعني فكنا اعلنة عن اول مسابقة من نوعها هي مسابقة اجنايتد ودي تخصصها ستيم ساينس تكنولوجي انجيلينج انماس الستيم بيبوم في الدنيا كلها ومصر محتاجة علماء اكتر ما محتاجة موظفين وناس عادية يعني فقلنا طيب احنا هنواجه جزء كبير من الانشطة اللي بنعملها لقطاع الشباب للعلوم الحديثة والمتطورة فاعلننا عن المسابقة المسابقة بيدخلوها مدارس يعني الفريق لازم تشكله مدرسة عشان تدخل به والفريق بيكون ما بين تمانية لعشر طلاب من كل مدرسة احنا حددنا المسابقة السنة اللي فاتت بانه يعملوا مشروعات مبتكرة لتنشيط السياحة او خدمة السياحة فكانت زي ما قالت الاستاذة الوجهة مصر عليهم انه يطلعوا بفكرة مشروع تساعد في السياحة باستخدام التطويرات الجديدة وكل الحاجات هما بيخشوا في تراك تدريب وتعليم لمدة 8 اسابيع وبعدين الفريق بيختار مشروعه ويبتدوا يحطوا بيزنس بلان بقى ويحطوا لها تكاليف ويحطوا لها مجلس ادارة كأنها شركة وبعدين يبتدوا يشتغلوا على المشروع لغاية ما يطلعوا بروتوطايم المسابقة تفرعتين واحد منها تطوير التطبيقات زي الفريق بتاع سيف وواحد منها تطوير الروبوتز زي الفريق بتاع ملك السنة دي كان عندنا 47 فريق من 23 مدرسة في قاهرة والجيزة كويس جدا الحاجة مباشرة على فكرة بالضبط كده بالضبط حاجة تفرح بحقه حقيقي 47 فريق صحيح اللي كذبوا منهم المراكز الاولانية 3 في كل مصار لكن في النهاية 47 فريق قدموا مشروعات مبيرة وقدموا افكار عظيمة يجوز جدا تبنيها على المستوى الاستثماري يعني انه فيه شركات بتشتغل في السياحة او هاي التنشيط السياحة او وزارة السياحة تقدر تستفيد من الولاد دول لانه فيه بروتوتيب يعني فيه حدا طلعت على بشوار بدوعا انه عارفة دلوقتي بيدخل السياحة او اي حد عايز يروح اي بلد بيدخل على جروبس على فيسبوك يعطي يقول يا جماعة ايه رأيكم في البلد دي اروحها ولا لا طب التجربة بتاعتكم كانت عاملة ازاي لو بجد شركة سياحة تبنت مشروع زي مشروع سيف مثلا انت بتسهل على السياح دلوقتي انه يجي ويشوف الحاجة كأنه موجود فيها يعني وهيشرح الابليكيشن شارح كمان كل حاجة بتحصل في مطحف المصري الكبير كل حاجة موجودة هناك فانت عشت تجربة وسهلت على السياح ان هو يجي يعني عملت له مايكتنج ببلش طيب سيف فكرت في ايه وانت بتحط الهيدلاينز كده بتاعت الابليكيشن بتاعك يعني اش معنى قلت انا عايز اعمل ده اعمل الاسئلة دي عشان اختبر السياح كان عارف كويس او سمع كويس او فهم يمكن اللي انت المعلومة اللي بتحاول تقدمها من الابليكيشن بتاعك ايه اول حاجة هطبعا كلنا كل الاتم هو مفكرين كلنا مع بعض فكرة دي واول مشكلة كنا عايزين نحلها مشكلة الزحمة اللي اصلا تبقى على الاسر ده ففكرة الابليكيشن دي ان هو لما المتحف هيبقى يدار يتحكم في الابليكيشن لما الابليكيشن تبقى ليلة هيبقى طبعا الاسر ده زحمة فالسايح ليه هيروح على الابليكيشن اكتر وكمان الاسر هيبقى فاضي فبكده المتحف هيقدر يتحكم في الزحمة اللي على كل اثر من غير ما كمان السايح يحس ان هو ان احنا بتحكم فيه زي طول جايكا بيقوله ويروح فين ويجنين فهو احنا بتحكم في السايح بس من غير ما هو يبقى عارف وهو يبقى مبسوط ان هو بيروح كده وهو كيكا هيكسب في الاخر طبعا اهم حاجة ان احنا كنا نشغلين مع بعض طيب ده جميل جدا كان فيه تعاون طبعا بكل تأكيد بين اعضاء الفريق لو تحكي لنا اكتر عن الفريق يا ملك وزي كنتوا شغلين عشان تطوروا الروبوت وتستخدموا الهولوجرام عشان في النهاية زي ما انت قلت انت قلت كلمة جميلة جدا اننا عايزين نعرف الناس برا بحضارة مصر بثقافة مصر جميل من يكون عندنا بنوطة صغيرة عندها 12 سنة بتقول كلامنا طبعا احنا في الاول يعني كنا طبعا كلنا متعاونين والفريق كله كان بيشتغل والفريق كله يعني كان بيبزل اقصى في جهده يعني علشان طبعا نوصل اللي احنا وصلنا منذ الوقت الحمد لله يعني طبعا احنا بدأنا المشروع بان احنا كنا بناخد كورسز يعني على مدار كذا اسبوع بان احنا بنفهم اكتر عن مصر وعن التكنولوجيا وازاي نطور مصر السياحة بتاعة مصر اكتر بعد ما درسنا وعرفنا خلاص بدأنا بقى نفكر في المشروع اللي احنا عايزين نعمله فطبعا احنا يعني عرضنا كذا فكرة وعرضنا كذا مشروع وفي الاخر استقررنا على المشروع بتاع الهولوجرام لاني لقنا برضو فكرته جديدة يعني ما تعملش كتير في مصر كمان حبينا ان احنا تبقى فكرتنا يعني يعني طبعا دروقات الافكار اللي تعملت قبل كده برضو الناس مش بيجي لها كتير يعني ما بتبقاش حبها قوي فاحنا طبعا يعني فكرنا ان احنا نعمل فكرة جديدة يعني لسه الناس كلها معرفتهاش معرفتهاش قوي فيها لسه ما عرفتش حاجات عن التكنولوجيا لسه وطبعا يعني احنا طبعا لسه هنطور مشروع اكتر اللي اشتغلنا فيه واكيد هيكون دايما فيه تطور طيب استاذة شاكلين حضرتك قلت انه بسبب الوضع العام الشباب قراروا ان هم يشوفوا حل المشكلة موجودة يعني حضرتك النهاردة خلييني اقول مدير تنفيذي الجامعية التطوير والتنمية النهاردة اقدر ازاي عالج مشكلات المجتمع اللي يمكن المجتمع بيواجهها من خلال شبابنا دول بطريقة تنفسية ومبتكرة الحقيقة ان احنا في كل بس دي النسخة الاولى من المسابقة المفروض الخطة بتاعتنا انه في كل في كل فيرجن من المسابقة تعلن يبقى فيه اختيال لمشكلة مجتمعية لازم يكون فيه حاجة احنا محتاجين ان احنا نحلها وانه التكنولوجيا تساعدنا والعلوم تساعدنا في ده فاذا افترضنا ان السنة دي اختارنا السياحة فالسنة الجاية ممكن نختار مثلا تطوير المناطق النائية خدمة الاهالي اللي محتاجين لخدمات خدمة اصحاب الاعاقة يعني فيه مشكلات مجتمعية كثيرة التكنولوجيا قادرة على انها تدخل وتحلها فيه حد من المشروعات اللي كانت متقدمة السنة دي للجايزة كانوا متورين تطبيق علشان يقدر يخدم لو حد بي مش بيعرف يتحرك ما بيقدرش يتحرك وعايز يزور منطقة صحيحية ففيه تطبيقات ذكية تقدر تخدم مشاكل مجتمعية كثيرة طيب عظيم جدا سيف انت عشان تأمل الابليكيشن ده اعتقد انت كنت بحتاج تزور المتحف وتتعرف على كل التفاصيل اللي موجودة وتعرف تاريخها عشان تكتب عنها معلومات معلومات صحيحة وأعتقد ان ده اللي حصل ايوا اكيد طبعا واحنا الاول حاجة طبعا احنا كلنا السرش كان متأسر عنا كلنا كان فيه ناس بتجيب الاسئلة عشان نتأكد من دكت الاسئلة انها تبقى مظبوطة بالاجابات بتاعتها والمعلومات طبعا اللي بتزور في الفيديو اللي انميز الفيديو ده عن الاسر كان برضو بنجيبها من مصادر موثوكة زي ويكي بيديا مثلا عشان تبقى اكيد مش حينفة اطلع لسيح معلمات غلط فكان لازم تأكد ما في المية وبرضو كان فيه ناس مننا راحت قبل كده المتحف فكان فيه كذا اصر جوا احنا عارفينه على الاساس ده احنا عملنا الابليكيشن والسرش يعني كان بيبقى متأسم علينا كلنا فده كان بيبقى مسهل علينا اكتر ان احنا كل واحد يلاقي الحاجة بدك اكتر طب عزين ندخل باقي المتاحف فق؟ يعني الابليكيشن خاص اهما عزين ما اقول الحركة احنا اكيد نوين ان احنا نشتغل في باقي المتاحف وكمان نوين نطلع برا مصر هاي دكتورة جاكلين سريعا جدا هل فيه خطة تسويقية لتسويق المشاريع دي على المستثمرين؟ هو جزء من تنظيم المسابقة يعني مبارح في جوا الحدث احنا بندعو شخصيات عامة وبندعو اصحاب شركات وبندعو المهتمين بالقطاع السياحي والمستثمرين ففي جولة جوا المسابقة هي جولة الاستثمارات وعليها جايزة كمان جولة يعني مشروع فريق ملك جايب 4 مليون جنيه مبارح هي مش فلوس حقيقية بس احنا في جولة بيعملوها الديوف والاهالي كمان اولياء الامور بنيديهم توكنز بنيديهم زي فلوس بفئات ونقول لهم اتفرجوا على المشاريع وحطوا استثمارات جوا المشروع فالولاد بيعرضوا المشروع بتاعهم ويعرضوا جزء من الاستثمار ان شاء الله كون فلوس بجد بإذن الله ان شاء الله بالزبط كده كل التوفيق لكم شرفتونا ونورتونا سيف الدين شريف احد اعضاء الفريق الفايز بالمركز الاول بمسابقة اجنيتد وايضا ملك ايمن احد اعضاء الفريق والحصالة على المركز التالت بنفس المسابقة فئة الروبوتس هو الاستاذ جاكلين مراد المدير التنفيذي لجمعية التطوير والتنمية بنشكركم جزيلا شكر كل التوفيق يا شباب ان شاء الله شكرا لك